بما أن في بعض المدارس دخلت الأسبوع اللي فات وباقي المدارس هتدخل الأسبوع الجاي نتكلم عن معاناة الأهالي اللي بتتجدد كل سنة مع السابليز أو المستزمات المدرسية اللي بتسبب المبالغة في طلبات المدارس بتبقى الناس قاعدة حملة همها ومستنية من أول ما بتبتدي الأجازة لغاية ما قرب بداية الدراسة تقول لك يا ربي عدينا من السابليز على خير الأهالي بتضطر أنها تدفع مبالغ مالية كبيرة جدا وبهضة في أشياء أعتقد أنها غير معتادة وجديدة بالنسبة ليهم والأهالي مش متعودة عليها ومش فاهمة دي تعمل بها إيه الأطفال وهم رايحين المدرسة فوط عدسة مكبرة أطقوا ملابس احتياطي لعب شوك معالق فوم كور وش عرفة ولا إيه ولا إيه ولا إيه والطائمة تطول طبعا مهم هنا يعني فكرة إزاي نوفر في الميزانية بالنسبة لأدوات المدرسية إمتى أصلا طلت المصطلح السابليز أو أن يكون فيه لستة للسابليز بتتوزع من المدرسة على الطلبة وبعد كده لازم يجيبوها قبل الدخول للمدرسة يعني نقول حياتنا كنا بنجيب الأدوات المدرسية آه بس ما كانتش كده يعني ننزل نجيب داستة كشاكيل وداستة كراريس وشوكة إلام رصاصة على إلام جاف على مصطرة وأستيكة وبرية دي الحاجات الأساسية ويا سلام بقى لو كان فيه مقلامة يعني دي كانت قصة تانية بقى لو كان فيه حد مع مقلامة ونبتدي نوزعنا وإخواتي نوزع الكراريس دي على بعض كل واحد ياخد الكراريس بتاعته والجلات الشفاف بتاعنا دا مننا أكيد طبعا فاكرة ولا ما كان مش فاكرة مش عندكم جلات شفاف لا الجلات بتاع الكراريس والكشاكين الطبيع كان ملون كل مادة لون أيهما اختلفناش ما هو شفاف وملون في نفس الوقت يعني أنا ما كانش عندي شفاف آه طيب المهم يعني كانت الدنيا مختلفة شوية طيب عايزين نتكلم عن السابليز زي نحضر لها وزي نقدر قدر الإمكان نوفر فيها كل هذه التفاصيل هنعرفها من الدكتورة مونة الزيناتي أستاذ مساعد إدارة المنزل والمؤسسات الأسرية بكل التربيع نوعية جامعة عين شمس المنوران يا دكتورة صباح الخير صباح الخير صباح الخير بحضرتكم صباح الخير باستاذ المشاهدين يا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك منذ أن تحولت من الأدوات المدرسية إلى السابليز والدنيا رايحة في حتة تانية خالص حقيقة والله فكرة السابليز عموما بقيت عب كبير جدا على كل أولياء الأمور اسمها أصلا بحد ذاته عب علينا اسمها فعلا بقى كبير يعني زي ما حدثتك كنت بتقول أهو كنا زمان الكشاكيل والجلاد الألواء دلوقتي بقى فيه نظام تاني مختلف للجلاد بقى فيه لازم اللانش بوكس زمان طبعا ما كانش فيه كده خالص كان الكيس فعلا المقلمة ما كانش فيه النظام ده أو كان فيه فعلا يعني مقالم بس ما كانش فيه بالأشكال دي والأسعار المبالغ فيها فكل ده عبء كبير جدا على الأسر بشكل عام وخصوصا لو أنا عندي أكتر من طفل فده بيبقى لوت كبير جدا على الميزانية في ظل أن يعني هنقول أن فيه أعباء اقتصادية بشكل عام على كل الناس فنحل المشكلة دي ازاي قبل ما بس ما نشوف نحل المشكلة دي ازاي ايه اللي وجد المشكلة أنا كوالية أمر في البيت أنا مالي ومال المناديل مالي ومال الكلور مالي ومال الإقلام اللي بيتكتب بيقول هيعملوا بيها أعلى أمال فنية ماشي مالي ومال الإقلام اللي بيتكتب بيها على البورد مالي ومال الورق اللي حيتطبع عليه أنا ميه أم المدرسة بتوفر إيه أم الأنا دفع مصاريف ليه دي حاجات بسيطة لكن لو إحنا قلنا لو إحنا قلنا إن في حاجات في السابليز من ضمن المتطلبات أطقم طقم إضافي بس أنا متفهمة فكرة الطقم الإضافي لأن الولادة الصغيرين اللي في حضارة ممكن يكونوا بيوقعوا على هدمهم ممكن يكونوا بيشربوا ويتبلوا فماشي عايزين ندخل في قصص عاية ده مقبول وماشي تعد دي هم واحد من لبس السنة اللي فاتح اللي وجد المشكلة زي خلينا متفقين للحاجات زي عند كل الناس مبلغ فيها يعني أكيد الطفل مش يستخدم مثلا أربع عيلة بمنازيل اللي هي الكبيرة زي أو كذا رول يعني مش يستخدم مثلا تلت ديسة أقلم الأكرام الرصاص أو الألوان الألوان بس مش نوع واحدة هكتفي بنوع واحد لا مكاتب لي حتى مركات كده معينة أكتر من داستا طب هيعمل بيها إيه كل ده خلينا متفقين أن فعلا موضوع السابليز ده مبالغ فيه بشكل غير طبيعي بس هو مطالب من أولياء الأمور فهنا الحل هيبقى إزاي أو نعمل إيه نطنش خالص الموضوع ده وما نجيبش طبعا هيكون فيه مشكلة على الطفل ذات نفسه وهو مش هيكون حابب الفكر زي وأنا حاسس أن أنا أقل من زميلي ولا أنتوا كده بتصغرون الكلام ده كله بالنسبة للطفل بالنسبة للأب وبالنسبة للأم بيكون فيه عب زيادة على الميزانية اللي هما أصلا مش عارفين يديروها بشكل جيد في البيت بدون السابليز وبدون الأدوات المدرسية تماما يعني إحنا بنتكلم في ميزانية بشكل عام ميزانية بيت فهنا برضو مشكلة طبعا هناك في المدرسة بقى طبعا دي حاجة جميلة جدا بالنسبة لهم وكمل حاجات دي كل ده بيكون داخل المدرسة صحيح هو بيكون فيه هم عايزين ينموا مهارات معينة بالتركيز أكتر على الجانب اللي هو إيه الابتكاري والجانب الإبداعي في الطفل هم عايزين ينموا الجزئية دي ولكن الحاجة فعلا بتكون كتيرة جدا مش بشوق والسكاكين والمعالي والقصد مش بكده يعني لو إحنا هنكتفي مثلا بعلبة ألوان واحدة مش هتقول لا تمام كلنا كنا كده بالظبط علبة ألوان في الماستر وعلبة خشب آه بالظبط كده آه ليه 6 ألوان حتى مش اللي 12 والله أي إن كن والدنيا كانت ماشية وتعلمنا الرسم حتى لو جب دي سابلايز دي أنا أدوات مدرسية هي سابلايز طيب في داخلة المدارس المفروض بيكون فيه التزامات كتيرة سواء دفع مصاريف المدرسة أو زي ما إحنا حضرتك قلت دلوقتي للسابلايز الأوتوبيس اللي بيوصل أولاد المدرسة فيه تفاصيل كتيرة كده في البداية تمام إزاي الأب والأم يقدروا يحددوا الدنيا ويحطوا كده خطة عشان يمشوا عليها الميزانية يكون عاملة إزاي يحضروا لها قبلها بكم شهر يعني التفاصيل دي كلها عشان الناس اللي خلاص ولادهم داخلين المدارس ولسه ما جابوش سابلايز يعملوا إيه الفترة اللي جاي طيب وإحنا في البداية لازم يكون من غير حتى المدرسة ومن غير الأدوات المدرسية المفروض يكون إحنا ماشيين بخطة أو ماشيين ببرنامج معين هنمشي به الميزانية العادية بتاعة الشهر هنمشيها إزاي واحد اتنين تلاتة أو إحنا مزبطين كل ده وعارفين موضوع الأدوات المدرسية وموضوع السابلايز وموضوع الشونط بقى والحاجات الخاصة بالمدارس ولبس المدارس والكلام ده كله يبقى مرة كل سنة تمام يعني مش هجيبه على مدار الاثناشر الشهر بتاع السنة فإحنا عندنا فترات كثيرة بس نفتكرها المرة دي بنفتكرها كويس قوي طول السنة بنفتكرها بس إحنا لو عاملين حسابها من قبل كده هيبقى الدنيا بسيطة علينا شوية هنعمل إيه؟ يعني إحنا عندنا في الشهر العادي مفروض بنقسم بنشوف الميزانية بتاعتنا خلونا كده ندي حاجة بسيطة إحنا نقسم ميزانية بشكل عام في البداية خلص إزاي إن أنا بعمل ميزانية أو الناس اللي مش بتعرف تعمل ميزانية إزاي تعمل ميزانية لازم يكون عندي الدخل اللي دخلي كله توتل بقى أنا جمعته الوظيفة بتاعتي مأجرة حاجة بتعود علي بربحة أي حاجة بتعود علي بربحة بجمع كل ده ويبقى دو صوف الدخل عندي ده اللي أنا هبتدي أوزع منه هشيل منه رقم واحد وأهم حاجة اللي هي المصروفات السابتة اللي هي إيه فهرباء مايا إيجار فواتير كل كلام ده خلصنا من دي بقى معي المبلغ ده اللي باتدي إيه أوزع علي بند طعام بند ملابس بند مثلا طرفيهي لو في الميزانية تسمح بده هعمل ده بند طوارق بند طوارق ده أساسي طبعا كل حد بيبقى مستلزماته غير التاني تمام يعني أنا ممكن أحط بند طرفيهي لو أنا ميزانيتي مش هتسمح بده ممكن نلغي البند ده أو نعمل حاجة بديلة ليه تمام بند الطوارق وكان فيه زمان بند اسمه بند للدخار طبعا نسيناه دلوقتي فإحنا ممكن نضم بند للدخار مع بند الطوارق حولناه لبند الاستثمار إزاي بقى بدل ما بنتدخر إحنا بنستثمر في الولاد وإن شاء الله حيجل لبعدك في السابليز اللي إحنا هندفعه نحاول لكن لا هو إحنا لازم فعلا من فكرة الادخار إن إحنا هنعمل إيه بند الطوارق وبند الادخار هنخليه مع بعض بند واحد ليه لإحنا يعني لو لقدر الله حصل ظرف مفاجئ أو حاجة ده بند الطوارق هنطلع من ده ما فيش يبقى المبلغ موجود كمدخرات تمام تمام طيب دلوقتي دخل علينا بند زيادة اللي هو بند الملابس والمستلدمات المدرسية والأدوات المدرسية كل حاجات دي أو بند المدخرات اللي كان موجود يعني إحنا لو كل شهر سيبنا مبلغ فيه على مدار آخر السنة هنلاقي مبلغ صحيح هيساعد وهيخفف من علينا العبء اللي هو إحنا داخلينه على دخلة المدارس والكم ممكن ما يشاعدش كل حاجات هيساعد هيساعد كثير طبعا ولو إحنا عملنا حاجة بسيطة قوي الكوينز الصغيرة زي اللي بتقع منينا في كل حتة وإحنا مش عارفين لو جمعنيها في مكان كده وركنيها ما نبصلهاش خالص فعلى مدار آخر السنة هتجمع مبلغ حلو ومبلغ كويس لإن أنا كل يوم هشيل من الحاجات اللي هي أنا شايفها زيادة معايا أو إن أنا ممكن أصرفها في حاجة طيب ما تكونش مهم ما تفضل أسيبها زي ما هي فلوس ولما ييجي وقت السيزون أو دخلة المدارس أنزل أشتري الحاجة ولا أفضل أشتري في الحاجات شهر بشهر أشتري مثلا النهاردة ممكن زي شوية حاجات الشهر ده شوية حاجات الشهر اللي بعده خلينا السيال الفلوس لو فضلت فلوس مش هستحر المتحة بتقل طبعا إحنا مش هنصبر هنصرفها هنصرفها هنلقلها ألف باب لا أنا مش باتكلم في الفلوس الفلوس أنا باتكلم في الكوينز اللي هي الفضيات ما اختلفناها أصد في الآخر ممكن تعملها مبلغ الثانية أنا ممكن لو في زيادة معي أنزل اشتري مثلا داستة كشاكيل داستة كالاية أنا مش مفقاك كلام دا إلا هو فكرة أن أنا أشتري على مدار السنة ايه بتفضلت عطلت هنأتفاهم لأينا مدرسة بتتغير متطلباتهم من السنة للسنة والولاد من الفرقة الدراسية للفرقة الدراسية متطلباتهم بتتغيري يعني الصغيرين مثلا بيستخدموا في الماث مثلا كراسات كارو كبير الأكبر شوية بيستخدموا كراسات كارو صغير مثلا أو أكان مربع يعني صغير في بعض المدرس بيستخدم كراسات مربعات للكتابة المادة اللغة الأجنبية سواء بقى كانت فرنسية أو إنجليزية بعض المدرس بتستخدم كراسات السطري فكل سنة بتتغير المتطلبات فالكشاكيل اللي هنشتريها دي قد تتغير فأنا دفعت دبل التكلفة لا لا خالص أقول لحضراتك إحنا مش كل حاجة طبعا هنشتريها إيه المتعرف عليه أنه هو بيستخدم على طول مهما صغيرنا ولا كبيرنا إيه المتعرف عليه كراسات العربي والإنجليزي جبناها والتسعة تسطور منفعتش بلاش دي حلينا دي لا موجودة موجودة في السفوف الأولى موجودة موجودة في السفوف الأولى لكن أنا دلوقتي مثلا جبتك كشاكيل للعربي ما استفدتش بها السنة الجاية موجودة مش هتوهلك ولا مصلها أي حاجة ألوان ألوان حد مش هستخدم الألوان سواء السنة الجاية أو اللي بعدها أو اللي بعدها قبل ما ندخل المدرسة هنكون مكسرينها واستخدمناها وخلصناها لا أنا بجيب وشيلوا بجيب مش وديها لهم بجيب كمود دخر يعني بشيلوا ادخر ماشي لو هتعرفوا تعملوا كده ماشي لأ في حاجات أساسية سهلة أن أعملها زي ما أنا أنا هكا كبيرة في حاجتي الشخصية بجيب حاجات واشلها بس الحاجات اللي هي ما يبقاش لها مثلا اكسباير ما يبقاش لها إنها هتبوز مني مش هعرف أخزينها كويس هتنفعني مش هتنفعني السنة دي هتنفع السنة الجاية مهما أعد عليها سنتين تلاتة هتنفعني نحن كنا بنعمل الكلام ده في تجهيز البنات لكن ما هو دخل من نفسي كتاني خارج دلوقتي كأني بجهز الطفل دلوقتي وزي بالضفط العريس العروس هل ينفع أقنع ابني أو بنتي وإنه ما يجيبش كل الحاجات ويكون مرضي في نفس الوقت طيب دي نقطة مهمة جدا المفروض إن الطفل وأنا قعدة بكتب ميزانيتي وبكتب أنا عندي إيه والعبء اللي علي لازم هو يشوف ده فعلا ده لازم وانا بعمل نبقى حيرانين أوي لا 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 ولا نعرفهم ونشرقهم في المسئولية ولا هم صغيرين يعني نسيبهم ينبستهم أوه مش لازم نسمعوا كلام ده كانوا يقولوننا كده مش لازم الولاد تسمع كلام ده ويعيشوا في عز أهليهم ربنا يخلي هؤلاء حضرسك دلوقتي أنا قعدة والزوج قاعد والأولاد قاعدين كلنا قاعدين عشان نحط الميزانية دي كلنا مع بعض ليه بقى قولي انت عايز إيه الشهر ده أجيبه لك واحد اتنين ثلاثة الزوج واحد اتنين ثلاثة الزوجة واحد اتنين ثلاثة بنكتب متطلبات كده ولازم قايمة ولازم ورع وقلم ونكتبها طيب هو شايف وإحنا بنوزع بقى كده المصروفات على المتطلبات اللي عندي شايف مثلا لا ده ما كفتش ما زبطيتش معي مش نجازم نكتب أميزان المصروفات اللي عندي مع اللي أنا هصرفه طيب ما زبطيتش معي نبتزي مع بعض نفكر في حلول أنا مش بقى قدر مش بديله حاجات طب ايه رأيك اه ايه رأيك طب ايه طب ممكن نتصرف ازاي لان ندية مش هتكفي ممكن اعمل ايه هو ساعتها يقترح علي لا ده انا ممكن اه خلاص اممي مثلا انا شايف ان تزيغالية شوية لا انا ممكن اشوف البديل ما احنا لو الميزانية ما ضبطتش ببتدي ان انا اشوف اولويات صح الجزمة بتاعتي تكمل مثلا اكمل مش لازم اشتري جزمة جديدة شانطة بتاعتي من السنة اللي فاتت يعني فيها قطع صغير كده ممكن نتخير ان انا لازم ادور على الادوات اللي عندي اصلا في البيت ما يمكن انا عندي كشاكيل وصيبها او اقلام وصيبها او اي حاجة وصيبها تنفع معايا تكمل السنة الجاية هتبقى انا هنا بقى علمت الطفل ايه علمته يتحمل المسئولية معايا علمته يشارك برأيه علمته كمان ناحية ابداعية في التفكير ازاي يجي تحلل المشكلة اللي عندي دي يعني حاجة جميلة جدا ان انا اعلم الطفل تحمل المسئولية لما يكبر يكون حد مسئول يكون حد عارف قيمة المال اللي في ايده عشان مش كل حاجة بتصرف حتى على فكرة لو انا مقتدرة واقدر ان انا اجيب كل ده بس ده ما بيبقاش فرق من طبيعة شخصية الطفل للتاني يعني فيه طفل حسيس او فيه طفل عنده تحمل مسئولية فده يعيني اول ما حيلاقي القعدة كده حيتوتر وتقوقع وما يطلبش حي خاص وفيه طفل تاني مش فنقلق وقد يكون قناني فيطلب طلبات كثير جدا فيبقى فيه واحد الظلم عن التاني لا خالص احنا هي مشاركة انا ما بفردش رأيي زي ما قلت احنا عندنا مشكلة احنا في الاخر اللي حدفع الفلوس فلازم حفرد رأيي لان انا اللي في الاخر حدفع الشر مش انا اللي هقول بقى هي دي انا عايزة اللي انا عايزة هعمله بس مش انا اللي هقول يعني انا باقترح ان فيه مشكلة نتصرف ازاي فيها كل واحد يبتدي يقول انا ممكن لا اعمل كذا ونبتدي طبعا بالكبار الاول يعني انا هقول انا لا المثلا انا مش هشتري طاقم جديد اسا الشهر ده عشان الميزانية مش هتكافي الاب يقول نفس الكلام معايا يبتدي بال ايه الطفل يقلدنا ويشوف لا يمامي مثلا انا اللعبة زي خلاص بلاش من الشهر دوت مش عايز اللعبة زي لا انا عندي مثلا الوان من السنة اللي فاتت موجودة فممكن تنفع احنا عمالين نعمل ايه بداي البداي القدامه بنعوده على ده ونعرفه قيمة المال لما يكبر هيعرف قيمة ده كويس او صحيح كل شكر ليك شرفتين ونورتين شكرا دكتورة مونة الزيناتي أستاذ مساعد إدارة المنزل والمؤسسات الأسرية بكلية تربية النوعية جامعة عن شمس شكرا جزيلا شكرا شكرا شكرا